مرادونا للناس كتير بتعتبروا احسن لعيب جيه في تاريخ الكورا خد الارجنتين كده هو في 86 في المكسيك لوحده وراح واخد بيهم كس العالم وبعد كده راح نابولي فريق ما كانش حد يسمع عنه اي حاجة اما اخد معهم الدوري والكسف سنة واحدة كسب بكل فرق ايطاليا ورجع خد الدوري تاني في سنة التسعين الفكرة مش في كل ده الفكرة ان الراجل ده في حياته الشخصية بقى تقريبا ما فيش حقا غلط معملهاش مخدرات بنات ضرب نار على ناس اتسجن والفكرة برضو مش في كل ده الفكرة انه هو لما مات طبعا العالم كله زال عليه والجميع في ارجنتين او الشعبة في ارجنتين قالوا له احنا مش فارق معاك انت عملت ايه في حياتك بس فارق معنا اللي انت عملته في حياتنا ان انت بسطتنا واسعدتنا ويبتلنا كس العالم وحققتلنا انجازات محدش عملها قبل كده على الناحية التانية بقى من الكرة الارضية في لعيب اسمه محمد صلاح ده كانجازات يعتبر اعظم لعيب جيه في تاريخ مصر كسبان دور انجليزي كسبان شامبيونز ليج الهدف التاريخ الدور انجليزي في سنة واحدة الهدف التاريخ الليفربول في الشامبيونز ليج وارقام لو عدت اتكلمت عليها مش هخلص المهم ان هو مفيش حاجة تقريبا بيعملها غير لما الناس بتخش بتشتمه او بتشتم في اطفاله او بتشتم في امراته ينزل صورة احتفال بهلوين بنوين ييرز يعزف حد عشان مات وقرج خلاص عند ربنا هو العلم بيه يعمل اي حاجة في حياته شخصية الناس تقعد تشتم فيه وتقلل منه وتقلل من اي حاجة او عملها وتقريبا يعني من الدخلين في حياته اكتر من دخلين في حياتهم هم نفسهم وبيحاولوا يعملوا اي حاجة عشان يقللوا منه او يقللوا من حاجت اللي هو عملها وهو ده الفرق ما بين مارادونة ومحمد صلاح وهو ده الفرق ما بين الجماهير اللي بتقدر الأساطير بتاعتهم بغض النظر على حياتهم شخصيهم ولا همش دعوا بيها والجماهير أو الناس اللي بتحاول تقلل من أي حد وبيحاولوا يشوفوا له أي حاجة واشة هو عملها علشان دايما يفكروا بيها وهو أصلا بيعمل اللي هو عايزه وحياته هو حر فيها